اتمنى تمساء بتوقيت بغداد اهلا بكم مشاهدين كرام الى نشط اخبار العراق اليوم والبداية مع ابرز العنوين وزير الطاقة الامريكي يبحث مع المسؤولين في بغداد ملف العقوبات على ايران واهمية تطوير الاقتصاد العراقية صالح يؤكد للعامري اهمية تجاوز الخلافات ودعم حكومة عبد المهدي وانفاوضات في اربيل لتسريع عملية تشكيل حكومة الاقليم في نينوى مسيحي النمرود يحيون عيد مار بهنام وسفير الفاتيكا يدعو الى نشر العدالة الاجتماعية والسلام بين العراقيين وفي كاركوك ماراثون نسوي لكسر الصورة النمطية للمرأة في المجتمع ودعم حقوقها الاساسية مرحبا بكم مشاهدين الكرام اكد مصدر مطلع ان رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي طلب من وزير الطاقة الامريكي ريك بيري الذي يزور على العراق حاليا منح بغداد استثناء جديدا من العقوبات الامريكية المفروضة على ايران وكان عبد المهدي اكد في بان له عقب لقائه بيري في بغداد اليوم الثلاثاء اهمية تطوير العلاقات بين العراق والولايات المتحدة الامريكية في مجالات الطاقة والنفط مشيرا الى ان المباحثات ركزت على الملفات الاقتصادية التي وضعتها حكومته في مقدمة اولويات عملها عبد المهدي اضاف ان استقرار العراق بعد هزيمة داعش يوفر فرصة كبيرة لعمل الشركات العالمية وتحفيز النشاط الاستثماري في جميع المحافظات من جهته اكد الوزير ريك بيري دعم بلاده للحكومة العراقية في المجالات كافة ولتوجهها بتعزيز الاستقرار واعمار العراق وتطوير اقتصاده خصوصا في مشاريع الطاقة والنفط بدوره دعا رئيس الجمهورية برهم صالح خلال لقائه بيري الى استمرار الدعم الدولي للعراق في مرحلة ما بعد داعش صالح وفي بيان له اليوم عقب اللقاء اشهد بدعم الولايات المتحدة الامريكية للعراق في حربه ضد الارهاب وبالتعاون المشترك بين البلدين واشدد صالح على اهمية تصويب المسار الاقتصادي في البلاد وخلق بيئة اقتصادية صحيحة تحقق الاكتفاء الذاتي مؤكدا رغبة العراق بالاستفادة من الخبرات الامريكية في مجال الطاقة سيما في مجال تطوير الصناعات النفطية وسوقها الدولية من جانبه اشهد الوزير الامريكي بشجاعة وتضحيات العراقيين في دحر الارهاب وتحقيق الانتصار على داعش داعيا الى اهمية توفير البيئة المناسبة للاستثمار في العراق صالح الذي التقى ايضا مع نائب رئيس غرفة التجارة الامريكية ستيف لوتس ومع وض ضم رجال اعمال ورؤساء شركات امريكية اكد عزم الحكومة على توفير التسهيلات للاستثمارات في العراق للنهوض بالواقع الاقتصادي وتوفير فرص العمل والقضاء على البطالة في البلاد بيان لمكتب صالح افادم ان اللقاء ناقش افاق التعاون المشترك وسبل دعمه وتطويره في شتى المجالات لسيما الشركة الاقتصادية وكيفية الارتقاء بمستوى التبادل التجاري بين البلدين مرحبا في الوقت ذاته بالاستفادة من خبرات الشركات الامريكية الواسعة والطويلة في هذه المجالات من جانب الاخر مشاهدين اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ان المجلس سيعمل جاهدا من اجل تفعيل المجلس الاعلى للاعمار في البلاد الحلبوسي وفي بان الله عقب لقائه بوزير الطاقة الامريكي ريك بيري اكد ان العراق مقبل على مرحلة مهمة في مجالات الطاقة والنفط والزراعة من جانبه اكد بيري استعداد الشركات الامريكية للمساهمة في اعمار العراق وتحسين اقتصاده وتعزيز الاستقرار فيه بحضور وزير الطاقة الامريكية ريك بيري تتواصل اجتماعات غرفة التجارة الامريكية لليوم الثاني على التوالي وكان من بين ابرز المحاور المطروحة الامن والباقة وبحث التحديات الموجودة على ارض الواقع العراقية خاصة فيما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على ايران الثاني على التوالي تتواصل اجتماعات وفد غرفة التجارة الامريكية التي ضمت خمسين شركة من القطاع الخاص ينشر الى انها جرت اليوم بحضور وزير الطاقة الامريكي ريك بيري مع وزيري النفط والكهرباء العراقيين للاتفاق على ستراتيجية الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية خصوصا الطاقة الاجتماعات تلك عبر عنها الوزير بانها اكبر حدث تاريخي للعام الحالي اما المحاور التي تم التركيز عليها فقد تصدرها الامن والفرص والطاقة معبرا عن ان التحديات التي ما زالت تبحث والموجودة على ارض الواقع العراقي سيما ما يتعلق بملف العقوبات المفروضة على ايران يوجد الكثير من التحديات للعمل على اعادة البنى التحتية في مجالات الطاقة بين القطاعين الخاص الامريكي والعراقي وما زلنا بطور التباحث على الارض العراقية خلال هذه الاجتماعات التي تعد اكبر استثمار خلال هذا العام والتي ركزنا فيها على طرق اعادة البناء والاستثمار واعادة تفعيل الاقتصاد العراقي خصوصا مع وجود مصادر هائلة لطاقة في كلا البلدين وزارة الكهرباء بدورها ثمنت دور الجانب الامريكي بسعيه لتحسين واقع الكهرباء تحديدا الذي ما زال يعاني من اخفاقات كبيرة فيما اكدت وزارة النفط ان هدفها من التعاون مع القطاع الخاص الامريكي في مجال الطاقة يأتي لتوسيع انتاج النفط والغاز متمثلا بايقاف هدر وحرق الغاز لاستثماره بالوقود وبناء طاقات التصفية التي توقف استيراد المنتجات النفطية ايقاف هدر وحرق الغاز واستثماره لتوفير الوقود لتوليد الكهرباء ولتوفير المادة المغذية للصناعات البتروكيميائية والاسمدة وغيرها وكذلك بناء وزيادة الطاقات التصفية بحيث نتوقف عن استيراد المنتجات النفطية رفض الشركات العالمية والشركات الاقليمية والمحلية وسبل تعاونهم معا لعادة اعمار العراق هذه كانت من اهم النقاط التي ترقنا لها في الاجتماع شركة جنرال الكتريك احدى الشركات الحاضرة تحدث معنيوها عن سعيهم لمد جسور التعاون وتطويره بما يتلاءم مع البيئة العراقية اليوم العراق بحاجة ماسية لصيف 2019 لما يفوق عن الاربع جيجاوات والتي هي مادة كثير مهمة لإيجادة قبل الصيف والوقت اليوم اكيد اصير ووزارة الطاقة والكهرباء بالتحديد في حالة من النقاش مع عدة موردين للطاقة ومع شركات تكنولوجية من بغداد استبرق حسن الحرة ولمناقشة هذا الملف مشاهدينا ينضم إلينا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي السيد صفوان قصي سيد قصي مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم لماذا هنا بداية طلب رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي من وزير الطاقة هنا الأمريكي بمنح استثناء جديد للعراق من العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هل يؤثر بذلك اقتصاديا على العراق برأيك؟ بالتأكيد العراق يستورد حقيقة الغازل من جمهورية إيران الإسلامية لتسهيل مهمة إمدادات الطاقة الكهربائية فترة الاستثنات كانت 45 يوم الحقيقة 45 يوم غير كافية لتجاوز العراق هذا العجز حقيقة هناك جهود من وزارة النفط العراقية للربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية لو استطاعت الولايات المتحدة الأمريكية الضغط على المملكة العربية السعودية في تجهيز العراق بإمداد الطاقة الكهربائية من الممكن أن العراق يستقبل هذه الصدمة حقيقة فالطلب معقول خاصة أن فترة الاستثنات للعقوبات الأمريكية التي بقية الدول كانت 180 يوم ستة أشهر لكن العراق لم يحصل على هذه الفترة باعتقادي يفترض أن الجانب الأمريكي يدرس هذه النقطة كل هذه الشركات الأمريكية الحاضرة في المؤتمر المختصة هنا في مجال الطاقة هل ستمكن هنا من حل محل توريد إيران للطاقة في العراق خصوصا في مجال الاستثمار الطاقة العراقية الموجودة أصلا هذه الشركات بحيث تجعل العراق يعتمد على نفسه ذاتيا بتوفير الطاقة نعم الحقيقة العراق من حيث الطاقة الغازية يمتلك احتياطي يجعله بالمرتبة 11 عالميا هناك أكثر من 135 مليار متر مكعب فخطة وزارة النفط ضمن السياسة النفطية أن يتوقف العراق عن حرق الغاز هناك أكثر من 80 مليون دولار يحرق يوميا دون الاستثمار فأشار التقرير الحقيقة اللي أعرضتوه لأن وزير النفط العراقي يحاول تقليل استيراد المشتقات النفطية اللي العراق حاليا يستورد أكثر من مليارين دولار سنويا فعملية إعادة تأهيل المصافي العراقية بحاجة الاستثمار خاصة الشركات الأمريكية وعملية ربط منظومة الغاز العراقي بحيث يدخل العراق إلى سوق الغاز العالمية كمصدر للغاز على مستوى دول الجوار ما هي المدة الزمنية التي يصبح فيها العراق متمكنا في تنفيذ هذه الخطة؟ نعم المنشرات تشير إلى أن العراق سنة 2021 يستطيع إيقاف حرق الغاز ويدخل في السوق العالمية من ناحية التصدير فهناك أكثر من 25 مليار دولار حقيقة سنويا ستضاف إلى موازنة العراق بالفلترات القادمة وبالتأكيد الطاقة الكهربائية بحاجة إلى الغاز العراقي فالغاز العراقي الحقيقة يفترض أن الشركات الأمريكية تقوم بعملية استثمار هذا الغاز المصاحب خاصة أن السياسة النفطية تحاول أن يقترب العراق من إنتاج 6 ملايين برميل يوميا بمعنى أن الغاز سوف يزداد في الإنتاج بمعنى أن هناك ضرورة لوجود مثل هذه الشركات التي تستطيع حقيقة غزو السوق الأوروبية العراق يمتلك ثروة غازية يفترض أن هناك شبكة من الاستثمارات في الأنابيب واضح سيد قصي هنا هذا مؤتمر غرفة التجارة العراقية الأمريكية وحضور وزير الطاقة هنا الأمريكي لأول مرة إلى العراق مع وفد كبير يضن كل رجال الأعمال هؤلاء هل يعطي انطباعا بأن الولايات المتحدة ترغب أن تدخل قطاع الاستثمار العراقي وبقوة هنا؟ بالحقيقة مؤتمر الكويت في بداية سنة 2018 أعطى حافز للشركات الأمريكية من خلال الضمانات التي أعطيت من خلال بنك الصادرات الأمريكية لشركات الاستثمارية الأمريكية في الدخول للبيئة المحلية أنت تعلمين بأن البيئة المحلية هناك خطر يصاحب عملية الدخول هذه الشركات لكن وجود الضمانات السيادية وجود حقيقة انتقال العراق من مرحلة لاستقرار إلى الاستقرار بحاجة إلى الاستثمار فبالتأكيد دخول هذه الشركات الأجنبية على مستوى 50 شركة عالمية لديها طلاع كامل على البيئة المحلية وهي باستطاعتها أن تتحمل هذا الخطر خاصة في الصناعات التي لديها معدل أرباح عالي كصناعة النفط طيب سيد قصير معظم الدول المنتجة للنفط هنا توفر اللازم للمستثمر هنا وتعمل بكل جزدها من أجل توفير أفضل الإجراءات للمستثمر لجذبه للاستثمار في العراق لماذا لا يقوم العراق بذلك الآن وخاصة هنا مجيء هذه الشركات يعني 50 شركة أمريكية جاءت للاستثمار نعم حقيقة منهاج الحكومي الحالي يعني أشار البرنامج الحكومي إلى ضرورة تهيئة البيئة الاستثمارية فالحقيقة جميع الوزارات معنية بعملية تهيئة المستلزمات لإكمال جذب هذه الاستثمارات أيضا عملية إعادة تأهيل المصارف العراقية سواء الخاصة أو العامة لأن أنت تعلمين بأن المستثمر بحاجة إلى تحويل أرباحها خارج البيئة المحلية فيفترض إعادة تأهيل المصارف المحلية بحيث تستطيع جذب هذه الاستثمارات والكل معنيين الحقيقة الاقتصاد العراقي لا يمكن أن ينهض ويصبح متعدد الاتجاهات بدون الاستثمار رجل مباشر فبالتأكيد الوزارات التي باستطاعتها أن تهيئ هذه البنية الأساسية لجذب الاستثمار معنية بتسييل الإجراءات وأعتقد الحكومة ماضية بهذا الاتجاه كنت معنا مباشرة من بغداد الخبير الاقتصادي السيد صفوان قصي شكرا جزيلا لحضرتك وهذا فاصل مشاهدينا كرام نناقش بعده آخر التطورات السياسية شكرا لبقائكم معنا مشاهدينا كرام أكد رئيس الجمهورية برهم صالح لرئيس تحالف الفتح هادي العامري على أهمية تجاوز الخلافات السياسية وتقديم المصلحة الوطنية ودعم حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لاستكمال الكابينة الوزرية وذكر بيان أورده المكتب العلامي لرئيس الجمهورية إن صالح والعامري بحثا آخر تطورات على الساحة السياسية في العراق والمنطقة خلال لقائه مع عصر اليوم في قصر السلام ببغداد من جانبه أكد العامري حرصه على تجاوز الاختناقات السياسية مشيدا بحرص رئيس الجمهورية على تقريب وجهات النظر بين الأطراف السياسية بهدف تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد طالب النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد شياع السوداني الثلاثاء رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي بإضاحة حقيقة ترشيحه فالح الفياض لمنصب وزير الداخلية وذكر السوداني في تصريح صحفي له إن أزمة وزير الداخلية لا يمكن أن تحل إلا من خلال إرادة وتصويت مجلس النواب في حال عجزت القوى السياسية عن إيجاد تفاهم فيما بينها مشيرا إلى أن فالح الفياض هو أحد الأسماء التي تم تداولها مرشحا لرئاسة الوزراء قبيل المجيء بعبد المهدي وإن الكرة هنا في ملعبه وعليه أن يوضح حقيقة اختيار الفياض ومن الذي رشحه وينضم إلينا مشاهدي كرام من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي دكتور علاوي مرحبا بك في نشرتنا لهذا اليوم أهلا بحضرتك لحل هذا الإشكال في إكمال الكابينة الوزارية لسيد عبد المهدي أحد الحلول المقترحة هنا هي سحب البناء والإصلاح هنا لمرشحيهم لشغل الوزارات وترك الحرية هنا للسيد عبد المهدي في اختيارهم لكابينته الوزارية لماذا لا يصار إلى مثل هذا الحل برأيك؟ يعني أكيد هذا الحل هو حل مقنع لكن بالمقابل القوة السياسية على ما يبدو وهذا ما تتبعنا الآن حقيقة قضيتين أساسية في هذا الموضوع قضية الأولى هي قضية خطاب السيد هذا العامري مع القنوات الإعلامية الذي جرى قبل يومين وكان يشير إلى أنه ممكن أن يتم التخلي عن اسم معين في حال وصول إلى نقطة حرجة مع كتلة سائرون وبالتالي على ما يبدو أن السيد هذا العامري الآن هو ينظر إلى هذا الموضوع لكن يبقى تصريح السيد المالكي الذي هو ضمن اتلاف البناء وأحد القيادات الأساسية فيه قال نحن نصر على هذا الموضوع وبالتالي هو يبين لنا صراع الإرادات ما بين الطرفين على ما يبدو وبالمقابل كذلك الموضوع القييفي أو الكرة رميت في ملعب السيد عادل عبد المهدي والسيد عادل عبد المهدي قطعا لا يتحمل لأن المعلومات الأولية تتشير حول تحليل هذا الموضوع هو أن هناك صفقة جرت عندما انسحب السيد فالح الفياض من اتلاف الأصلاح وتحول إلى اتلاف البناء لابد أن هناك كان صفقة سياسية هذه الصفقة السياسية قد يكون مجملة تشكيل الحكومة العراقية وتكليف السيد عادل عبد المهدي لكن بالمقابل الصفقة التي وقف عليها أثنان هم السيد هادل عامري وكذلك ممثل السيد مقتدر صدر أو سيد مقتدر صدر قد يكون هو من أشرفه على اتفاق من ناحية السائرون وبالتالي مضت الحكومة لأنه لا يمكن تشكيل الحكومة في ذلك الوقت إلا من خلال اتفاق السيد هادل عامري واتفاق السيد مقتدر صدر وبالتالي قد نعود إلى التويت التويت عفواً بس أوضح هذا التفك تفضل قد نعود إلى التويت الذي ذكره السيد مقتدر صدر قبل أكثر من ثلاثين يوماً وقال نريد وزير داخلية ودفاع مستقلان وبالتالي قد يمضي القوى السياسية الأثنان أن يذهبا إلى هذا الخيار الذي قرحتي حضرتك طيب هل هناك من جهود للأمم المتحدة هنا في هذا المجال في حل أزمة تشكيل هذه الكابينة الوزارية يعني لا توقع أن تقدم الأمم المتحدة حلولاً جوهرية ولكن ممكن أن ترع طاولة الحوار لكن لحد الآن لم نرى مبادرة لها في هذا المجال إلا الزيارة التي قام بها كوبش في نهاية مهمته وتسليمه إلى الشخص الجديد الذي سيقود البعثة وذهب إلى سيد السستاني في النجف الأشرف والتقى به وذهب إلى المراجع وكذلك زار السيد مقتدى الصدر وزار القيادات السياسية ودعا وذهب لا توقع لحد الآن هناك مبادرة من الممتحدة كيف ستؤثر هنا كل هذه الخلافات السياسية على موضوعة الاستثمار وتشجيع الشركات أيضاً الأجنبية للاستثمار في العراق يعني أكيد الآن بدأ واضح جداً أن هناك رغبة أمريكية بالدفع بالقرار الاقتصادي العراقي نحو أفق جديد من أجل مجيء الشركات الأمريكية وبالتالي جذب المؤسسات الحكومية العراقية والقطع الخاصة العراقية نحو شركات طويلة الأمد من أجل تحجيم وجود الشركات الإيرانية وكذلك استمرار على ما يبدو العقوبات من طرف واحد هي الولايات المتحدة الأمريكية على إيران وبالتالي القوى السياسية العراقية والحكومة العراقية والمؤسسات الحكومية عليها أن تستعد إلى هذا التنافس الكبير الذي يجري على الأراضي العراقية وأن تفكر في المصلحة الوطنية العراقية علينا الآن حقيقة وهذا مطلوب من السيد الرئيس الجمهورية والسيد الرئيس الوزراء في توضيح المصلحة الوطنية العراقية وأين بوصلتها؟ هل هي باتجاه الولايات المتحدة الأمريكية وشركاتها ودول التحالف الدولية التي ساعدت العراق في الحرب على الإرهاب؟ هل هي تكون منتجاه روسيا أو إيران أو تركيا أو غيرها أو السعودية أو الكويت هذا قد تبقى خيارات صانع القرار العراقي الممثل برئيس الوزراء وكذلك رئيس الجمهورية باعتبارها رئيسها هرم السلطة التنفيذية طيب اليوم رئيس الوزراء عبد المهدي طلب من وزير الطاقة الأمريكي بمنح العراق هنا استثناء جديدا من العقوبات المفروضة العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران هل تتوقع أن الولايات المتحدة ستسجيب لمثل هذا الطلب نتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية تستجيب إذا ما رأيت أن عائدات هذه الأموال الخاصة بالغاز قد تضع في صندوق وهذا الصندوق يتفاوض العراق وإيران عليه من حيث نوع العملة التي يتبادل أتوقع أن العراق لن يقدم بإعطاء دولار قطعا إلى إيران في هذا المجال لكن بالمقابل تبقى عملة التسوية هي الأساس في هذا الموضوع وهذا ما سيجعل الولايات المتحدة الأمريكية تقبل بهذا الطلب من الحكومة العراقية إذ أنه ضرورة وليس اختيار كون العراق يحتاج إلى هذا الغاز لحين تأهيل قضية تجميع الغاز المصاحب من حقول البصرة والناصرية وميسان وكذلك الكوت كنت معنا من بغداد أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين الدكتور حسين علاوي شكرا جزيلا لحضرتك وهذا فاصل المشاهدين كرام متابع بعده آخر تطورات سياسية في أقليم كردستان هذه المرة مع ضيفية من أربيل المستشار الإعلامي لبرلمان الأقليم وعضو الاتحاد الوطني السيد طارق جوهر وعضو كتلة الحزب الديمقراطي في فرلمان الأقليم السيد ريبوار بابكي أعلن الحزبان الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الثلاثاء الاتفاق على عدة نقاط تخص العلاقة بينهما وألية للعمل تجاه القضايا الداخلية في أقليم كردستان وشكل العلاقة مع بغداد وتشكيل لجنة لتنظيم هذه العلاقة الحزباني قال في بيان المشترك عقب اجتماع مكتبيهما السياسيين بمدينة أربيل إنهما اتفقا على ضرورة حل مشكلة كاركوك والمناطق المتنازع عليها والمسائل الأخرى وكان مسؤول العلاقات الخارجية في الاتحاد الوطني الكردستاني تحسين نامق كشف في وقت سابق من اليوم أن الحزبين سيجتمعان في أربيل مناقشة سبعة ملفات أهمها الإسراع بتشكيل حكومة أقليم كردستان وحسم منصب وزير العدل في الحكومة الاتحادية ومنصب محافظ كاركوك من جانبه قال محافظ كاركوك وكالة راكان الجبوري في مؤتمر صحفي إن بقاءه كمحافظ لكاركوك أو الذهاب إلى مجلس النواب بعد فوزه بمقعد نيابية منوط بمجلس المحافظة وعليه عقد جلسة لحسم هذا الأمر وفيما يتعلق بالاتفاق النفطي بين بغداد وأربيل أوضحت جبوري إن الحكومة المحلية أرسلت كتابا إلى رئاسة الوزراء لتوضيح بنود الاتفاق وبيان حصة المحافظة الاتفاق النفطي اللي حصل بين المحافظة بين الأقليم والحكومة المركزية في تصدير نفط كاركوك غير واضح بالنسبة للمحافظة ونحن كتبنا إلى مجلس الوزراء بتوضيح مثل هذا الأمر وبيان حصة كاركوك من النفط المنتج والمصدر وآلية الإنتاج وآلية التصدير للتوضيح كمود السوريخ في التنسيق بين المحافظة والحكومة المركزية في قضايا إدارة الحقول النقطية أحنا ملتزمين فقط في الحصول على مستحق كاركوك من البترودولار لكي يعين في مثل هذه الأمن أرحب مشاهدين الكرام بضيفي الكريمين من أربيل في أقليم كونستان مع ضيفي المستشار الإعلامي لبرلمان الأقليم وعضو الاتحاد الوطني السيد طارق جوهر مرحبا بك وأيضا ضيفي من عضو كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الأقليم السيد ريبوار بابكي مرحبا بكما أبدأ معك سيد جوهر هنا ما هي النتائج التي خرج بها الاتحاد الوطني هنا من اجتماع اليوم وهل أنتم راضون عن هذه النتائج نعم مساء الخير أهلا بإضافك الكريم وبمشاهدي قناتكم حقيقة اجتماع اليوم كان خطوة إيجابية باتجاه حل جميع المشاكل والملفات العالقة التي حدثت في الأقليم خاصة بعد موضوع انتخاب رئيس الجمهورية كان حدث هناك تقاطع بين الحزبين الرئيسيين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي ولم تكن هناك اجتماع موسع أقدت بمشاركة هذا العدد الكبير من القيادة الحزبين لذلك نعتبر اجتماع اليوم بداية نحو إيجاد اتفاق جديد لإدارة تقليم كردستان لمدة أربع سنوات القادمة لا بد أن تكون هذه اللغة لغة الحوار والتفاهم واتخاذ قرارات مشتركة وأيضا على مبدأ الشراكة الحقيقية بين الحزبين في إدارة الأقليم يجب أن تكون هذه العقلية هي السائدة لتشكيل حكومة الأقليم حل الملفات العالقة مع بغداد أنا أتصور بأن اليوم كان هناك مؤشرات جابية وفق البيان التي صدرت بعد الاجتماع أعتقد أن النقاط الأربعة كان هناك مطالبات من الاتحاد الوطني الكلساني تم إدراجها في جدوى الأعمال سأتي إلى هذه النقاط لاحقا سيد جوهر دعني أنتقل إلى سيد ريبوار بابكيي سيد بابكيي هنا هل تتفق مع ما قاله ضيفنا الكريم بأن وجهة نظر الاتحاد أنه خرج من اجتماع اليوم بأنه خطوة إيجابية في المسار الصحيح هل تتفق معه في هذا الرأي؟ نعم بداية انتحية لك ولضيفك الكريم من أربيل في الحقيقة كملاحظة لم أسمع صوت ضيفك لأنه يبدو أن هناك خلال فني دعني أقول دعني أخصص ما قاله أنه في الحقيقة جرى اليوم اجتماع بين الحزبين الديمقراط يعتبر اجتماع اليوم خطوة إيجابية في مسار العملية السياسية في الإقليم هل تتفق معه في هذا الرأي؟ نعم طبعا جرى اليوم اجتماع بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني أعتقد أنه كان اجتماع تشريفي بروتوكولي التأكيد على بعض النقاط تنسيقية صح التعبير يعني الاجتماع أكد على أن يجب أن يكون هناك يعني لجنة تنسيقية بين الحزبين للتنسيق وتوحيد الرؤى في ما يخص بالكثير من الأمور أهمها موضوع التعاطي والتعامل مع الحكومة العراقية والمستجدات والأحداث التي تجري هناك وأيضا قضية كركوك ومن ناحية أخرى فيما تعلق بموضوع كيفية تشكيل الحكومة حكومة أقليم الجديدة المقبلة أعتقد أنه كان الاجتماع أكد على المبادئ وليس على الخطوات العملية لكن بالنهاية أنا أيضا أقول أنه الاجتماع كان خرج بنتاج إيجابي حتى لو كانت هذه النتاج كانت التأكيد على المبادئ وليس آليات العمل المشتركة بين الحزبين لكيفية تشكيل الكابنة الجديدة لحكومة أقليم كردستان سيد جوهر هنا السيد ريبوار قال أن الاجتماع أيضا كان تشريفي وبروتوكولي لكن هل تم الاتفاق والدخول في تفاصيل العملية السياسية واختيار المناصب خاصة هنا منصب محافظ كركوك وباقي المناصب في حكومة الأقليم هل تم الدخول في هذه التفاصيل نعم أهمية الاجتماع كسر الجمودة التي كانت بين الحزبين حدثت بعد انتخاب رئيس الجمهورية هذه النقطات تم تجاوزها والآن بدء مرحلة جديدة أنا أتصور بأن هناك آليات وهناك لجان مشتركة ستتشكل خلال أيام القادمة بين الحزبين اللجنة يتعلق بتحضير كل ما يتعلق بتشكيل العملية السياسية وحكومة الأقليم القادمة ومشاركة الأحزاب فيها وكيفية إدارة إقليم بشكل متسايع وفق مبادئ قانونية بمشاركة حقيقية للأطراف الذين سيدخلون في هذه الحكومة وأيضا هناك لجنة أخرى سيتشكل من أجل إعادة العمل بتنظيم وتطوير العلاقات الودية والإيجابية والنضالية المشتركة بين الحزبين الاتحاد والحزب الديمقراطي خاصة في كثير من الملفات كان هناك عدم واختلال في التوازن وفي العلاقة بينهما ما يتعلق بملف الاقتصاد والعلاقات الدبلوماسية وكثير والمسائل السياسية حدث هناك يعني ابتعاد في المواقف في آوين الأخيرة أنا أتصور بأن الاجتماع اليوم كان إيجابي لم نكن نتوقع بأن تكون هذا الاجتماع ستخرج بنتائج تحل كل المشاكل التي حدثت خلال السنوات الماضية ولكن بشكل عام هناك نتائج إيجابية خرجت به هذا الاجتماع أنا أتصور خلال أيام القادمة ستساعد هذا الاجتماع لجنة دعم هذه اللجنة ضرورية من قبل الحزبين الرئيسيين موضوع كاركوغ ضروري بالنسبة للكرد كل الكرد وليس فقط للحزب الديمقراطي أو الاتحاد الوطني لأن قضية كاركوغ والمناطق المتنازع عليها هي موضوع جوهري بالنسبة لكل قوى الكردستاني وشعب كردستان قدمنا تضحيات كبيرة من أجل إزالة الآثار السلبية وتغيير الديمقراطي في هذه المناطق لذلك علينا أن نتوحد ونختار محافظ كردي لمدينة كاركوغ لكي تمثل كل شعب كردستان وشعب ومكونات كاركوغ لإدارة هذه المحافظة وإزالة القرارات الجائرة ماذا عنك سيد ريبوار في الديمقراطي الكردستاني هل ناقشتم تفاصيل هذه المناصب أيضا مع الاتحاد هنا وماذا عن منصب وزارة العدل في الحكومة الاتحادية إلى أين توصلتم في هذا النقاش بدءا من الجواب للشق الثاني من سؤالك طبعا بالنسبة للوزارة العدل وهذا المنصب هذا لا أنا لا أعتقد أن الحزب الديمقراطي الكردستاني لديه يعني له الدخل في هذا الموضوع إنما هذا الموضوع يتعلق يعني هو موضوع متعلق بين الاتحاد الوطن الكردستاني والحكومة العراقية وتحديدا سيد عادل عبد المهدي سيد عادل عبد المهدي تقدم بمرشح مستقل كردي سياسي مستقل لتبوى هذا المنصب لكن أعتقد أن الاتحاد الوطن الكردستاني يعني كان له موقف معارف لكن الحزب الديمقراطي الكردستاني لم يكن لديه أي مشكلة لترشح هذه هذه الشخصية السياسية المستقلة لتبوى منصب وزارة العادل أما فيما يخص الشقة الأول من سؤالك حقيقة موقف الحزب الديمقراطي الكردستاني منذ يعني الإعلان عن نتائج الانتخابات وفوز الحزب الديمقراطي الكردستان بـ 45 مقعد لبرلمان الكردستان كان واضح جدا أنه الحزب مع يعني التعامل والتعاطي مع القوى الكردستانية كقوى انتخابية وليست كقوى سياسية بمعنى آخر أن الاستحقاق الانتخابي هو يجب أن يكون الفيصل ويجب أن يكون الوسيلة والآلية لدخول هذه الأحزاب التي ترغب في الولوج إلى العملية السياسية للتشكيل الكابنة الجديدة وليست يعني النفوذ أو يعني التموقع الجغرافي لهذا الحزب أو ذاك صحيح أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني يتفق مع الاتحاد الوطن الكردستاني وتصور أن وجود الاتحاد الوطن الكردستاني ضروري جدا في العملية السياسية وبقائه ودخوله أيضا في عملية التشكيل الكابنة الجديدة لكن ليست كما كانت في السابق والآن حاول الحزب الديمقراطي الكردستاني تبني وسائل وآليات أخرى للتشكيل الكابنة الجديدة لكن يبدو أن الاتحاد الوطن الكردستاني مصر على أن يتعامل الحزب الديمقراطي مع الاتحاد الوطن الكردستاني كقوة سياسية وذات نفوذ سياسي دعني أنتقل الآن في سؤالي إلى سيد عضو الاتحاد الوطني سيد طارق جوهر سيد جوهر هنا هل سيكون لديكم في الاتحاد أي اعتراض فيما إذا قدم السيد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمرشح مستقل لمنصب وزارة العدل الديمقراطي قال أن لا اعتراض سيكون لديه أنا أعتقد بأن الاستحقاق للاتحاد الوطني الكرساني لتسنم منصب وزاري آخر وكان هناك مرشح خالي شواني لهذا المنصب أنا أتصور بأن ربما هناك صفقات حدثت في بغداد ولكن أتمنى أن لا يؤثر هذه المسألة على العلاقات بين الاتحاد الوطني والحزب الديمقراطي أنا أعود وأعقب على زميلي فيما يتعلق بموضوع المشاركة في حكومة الأقليم أنا أتصور أتفق تماما بأنه يجب أن نأخذ بنظر اعتبار نتائج الانتخابات لكي يتم المشاركة في العملية السياسية لتشكيل الحكومة ولكن كيفية إدارة الأقليم واقعيا الكل يعرف بأن إدارة الأقليم لا يمكن إدارته بدون التوافق والاتفاق والشراكة الحقيقية بين الاتحاد والحزب الديمقراطي في أقليم كردستان بغض النظر عن نتائج الانتخابات وعن مقاعد البرلمانية الواقع الكردستاني يختلف كثيرا عن كثير من الديمقراطيات الأخرى لذلك أنا أتصور حتى الإخوة في قيادة الحزب الديمقراطي يعرفون جيدا هذه الحقيقة لذلك أنا أتصور أيضا الاتحاد الوطني الكردستاني لا يطالب توزيع المناصب السيادية في حكومة الأقليم والوزارية مناصفة من خمسين بخمسين ولكن ضروري أن تكون رؤية مشتركة برنامج استراتيجي مشترك وربما إعادة التفعيل بنوع جديد وخارجة جديدة للاتفاقية الستراتيجية التي حدثت بين مام جلال وكاك مسعود في إدارة الإقليم الذي جاءت بالخير لمدة أكثر من عشر سنوات واستقرار وازدهار اقتصادي أنا أتصور بأن الحزبين في هذه المرحلة يحتاجون إلى نوع من هذه الاتفاقية التي تبني على أساسها العملية السياسية واضح سيد العضو عن الحزب الديمقراطي سيد ريبوار هنا أتوجه بسؤالي إليك هناك حديث عن تشكيل حكومة مصغرة هذه المرة في إقليم كردستان تضم الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني وأيضا كتلة التغيير أو حركة التغيير هل تؤكد مثل هذا الحديث يعني مرة ثانية أنوه أنه لا أسمع ما يقوله زميلي هنا في استوديو لا يصلني صوته في الحقيقة فيما تفضلت بالنسبة لسؤالك تفضل نعم يعني الاتجاه السائد والنمط السائد لدى الحزب الديمقراطي الكردستاني يبدو أنه الحزاب التي ترغب في أن تدخل في عملية تشكيل الكابنة الجديدة هو الاتحاد الوطني الكردستاني وأيضا حركة التغيير مع جمال إسلامية لكن ليس هناك قرار بقبول أو رفض الجمال الإسلامية لذلك أعتقد أنه الحكومة المقبلة عنوان الحكومة المقبلة ستكون الحكومة الأغلبية نظرا لأن الحزب الديمقراطي الكردستاني يمتلك 45 مقاعد وبالإضافة إلى مقاعد الاتحاد الوطني الكردستاني وحركة التغيير وبالتالي ستكون الحكومة المقبلة حكومة الأغلبية وليس حكومة ذات القاعدة الواسعة كما كانت في الكابنة الثامنة الحكومة أقليم كردستان لذلك لكن إلى الآن خطوات عملية لم تبدأ يعني إلى الآن لم تتضح معالم هذه الحكومة وإلى الآن لم تكن يعني إلى الآن لم تتضح معالم أيضا بأي وسيلة وبأي آلية ستشكل هذه الحكومة شكرا جزيلا لك وأعتذر من حضرتك انتهى وقت اللقاء كنت أشكر جزيلا لضيفي الكريمين من أقليم كردستان المستشار العالمي لبرلمان أقليم كردستان وعضو الاتحاد الوطني السيد طارق جوهر وأيضا عضو كتلة الحزب الديمقراطي في برلمان الأقليم السيد ريبوار بابكي شكرا جزيلا لوجودكما معنا في هذه النشرة إذا مجاني كرام هذا فاصل ونعود إليكم عاد الجدل السياسي من جديد إلى أرويقة الحكومة المحلية للبصرة بعد فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ بعد فوز المحافظ الحالي بمقعد في مجلس النواب الاتحادية فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ خطوة يرى متابعون أنها ستعيد فتح باب الصراعات السياسية والتجاذباتها من جديد في البصرة التي تحكم الأزمات عليها بقبضتها حيث تعد الأحزاب عدتها لخوض معركة الفوز بأهم منصب تنفيذي مجلس المحافظة في صوب والبصرة في صوب آخر لكن هذه المرة كانت حدة التوتر والصراع الدائر بين القوى على أشده مما يعني أن كل المسؤولين عن تقديم الخدمات لم يستفيدوا من تجربة الاحتجاجات والتظاهرات السابقة وضمن المحاصصة السياسية التي تهيمن على المشهد هنا فإن منصب المحافظ من حصة تيار الحكمة الوطني لزعامة عمار الحكيم ويصر أعضاء في مجلس المحافظة على قانونية فتح باب الترشيح برغم عدم إعلان المحافظ أسعد العيداني تخليه عن المنصب وذهب إلى مجلس النواب الذي فاز بأحد مقاعده بقاء المحافظ حاليا بمنصبين وهذا هي المخالفة القانونية وليس فتح باب الترشيح ممكن أنه يتم إشكال على مجلس المحافظة في حال أنه لم يتم فتح باب الترشيح لكن تمت أعضاء آخرون في مجلس المحافظة طعنوا بقانونية فتح باب الترشيح واعتبروه أسلوبا للابتزاز السياسي لا أكثر على اعتبار أن المحافظ لا زال يمارس مهامه ولم يؤدي اليمين الدستورية كنائب ودعوا المطالبين بإقالته إلى استجوابه أولا ورقة ضغط لا أكثر يعني ما كواب بها أضر قانونية واسلوب من أساليب الابتزاز أما أنه إذا يفكرون قضية أنه إقالته عليهم استجوابه محافظة البصرة جاء يمارس مهامه كمحافظ صحيح هو فاز بالانتخابات البرلمانية لكن لحد هذه اللحظة لم يؤدي اليمين الدستورية في ظل هذا الجدل هناك من دعا العيدان إلى حسم خياره أما البقاء في منصبه كمحافظ أو الذهاب لممارسة حياته التشريعية تحت قبة مجلس النواب العراقي لا بد أن يكون موقف قانوني حتى المجلس شعر في التعامل بخطوات القادمة مع محافظ بشكل شرعي هل هو محافظ أنه هو عضو مجلس النواب؟ هو علي المحافظ أن يحسم أمره وسط هذا الجدل يطرح كثيرون تساؤلا بشأن فتح باب الترشيح لمنصب المحافظ هل الأمر شكلي كما جرت العادة؟ أم الأمر برمته خاضع للتوافقات السياسية؟ ساعة صيح الحرة مدينة البصرة احتفل المسيحيون في بلدة النمرود شرقي الموصل للمرة الثانية على التوالي بعيد مار بهنام بعد تحرير المنطقة من تظيم داعشة في بلدة النمرود شرقي الموصل احتفل المسيحيون للمرة الثانية بعد تحرير أراضيهم من إرهاب داعش بعيد مار بهنام الشهيد في ديره بقدس ودعوات إيمانية غمرتها الفرحة بعد أن شهدت دير إعادة أعمار ضريح الشهيد بهنام الذي فجره تنظيم داعش ليعود مجددا يشكل وحدة ترابط بين مكونات نينوى الدير هو مهم في حياتنا شفيع بغديدة قرقوشوة وهذا هو تاريخ عريق من القرن الرابع لكن الشيء الذي سعدنا اليوم أكثر بعد عدنا هذا الضريح الذي كان فجره داعش سفير البابا فرنسيس الذي شارك المحتفلين بالعيد قال في تصريح خاص به الحرة أن البابا قريب جدا من العراقيين في صلواته وحضوره هي رسالة لطلب أحلال السلام وتحقيق العدالة المجتمعية بين جميع العراقيين أن القدسة البابا فرنسيس هو قريب جدا من الشعب العراقي دائما حاضر في صلاته أما الرسالة التي أريد أن أوجهها اليوم بحضوري هو أن يعمل أمن والسلام في نفوس الشعب العراقي كله تجمع الأهالي في الدير بمختلف مكوناتهم وبمشاركة عاملين أجانب متطوعين في حقوق الإنسان أعطى رسالة لكل العالم أنهم يريدون السلام ويبغضون العنف اليوم نجد الجميع مشاركين سواء القوات الأمنية بجميع أصنافها كذلك جميع المواطنين من جميع الديانات من جميع المناطق بالصراحة عودتنا هي عودة خجولة يعني ما يميز هذا العيد هو إعادة طبخ الهريسة وتوزيعها بعد الصلوات على المحتفلين كتقاليد متوارثة عن الأجداد ترجع إلى القرن الرابع الميلادي تختص بها هذه المناسبة كان يقال أن أثناء الليل يأتي ماربهنان وهو راكب على حصانه ويضرب بعكازته في كل جدرية كانت تطبخ فيها الهريسة قداس وتراتيل تشير على إصرار أبناء المكون المسيحي البقاء في أرض الأجداد رغم تحديات التي تواجههما وأقرانهم من بقية المكونات من دير ماربهنان الشهيد في ناحية النمرود شرقية الموصل هيتم أحمد الحرة وهذا فاصل الأخير مشاهدنا كيرام نواصل بعده ما تبقى من نشرة أخبار العراق اليوم موسيقى 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 أجب بل هي تفاقات هني أريد أجيبك للنشرات الصبح حبيبي يا أستاذ يا مدير يصارب بالعقل ها بالتعزيلة شنو ها ها خوش ولان المشاهدين الكرام مع الأخبار الرياضية والزميل حسام حسن مرحبا يا كابل أهلا زين يا مرحبا يا ياسم تشعدنا اليوم بالرياضة والله المنتخب كاتانيتش وصل إلى أربيل إذن أعزائي المشاهدين أهلا بكم والأخبار الرياضية لهذا اليوم وصل إلى أربيل مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم السلوفيني ستريتشكو كاتانيتش بعد إجازة قضاها في بلده تلت المعسكر التدريبي الذي أقامه المنتخب شهر الماضي في دبي وسيتابع كاتانيتش لقاء فريق أربيل مع ضيفه الشرطة في ملعى فرنسو حريري يوم غد هذا ومن المقرر أن يدخل المنتخب الوطني يوم ثلاثاء المقبل معسكرا تدريبيا في الدوحة يعتضمن مباراتين تجريبيتين أمام منتخبي الصين وفلسطين تحضيرا لنهائيات أمام آسيا تنطلق يوم غد منافسات الجولة الثانية عشر من الدور الممتاز لكرة القدم بإقامة سبع مباريات في ملاعب بغداد والمحافظات أبرز تلك المواجهات سيجمع الشرطة مع ضيفه أربيل وسيواجه القوة الجوية مضيفة والميناء في حين يلتق النفط مع الطلبة وفي السماوة يلتقي أصحاب الأرض مع فريق الحدود فيما سيلعب أمانة بغداد على ملعبه مع ضيفه الديوانية ويلتق الصناعات الكهربائية مع فريق نفط الوسط فيما يستضيف النجف فريق الحسين ويشهد الخميس المقبل إقامة ثلاث مباريات تجمع الأولى الزورة مع نفط الجنوب على ملعب الفيحة بينما يواجه الكرخ على ملعبه فريق نفط ميسان ويلعب البحث مع الكهرباء أبلغ الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا باعتماد 14 حكما دولية للعام 2019 منهم 6 كحكام وسط و8 حكام مساعدين سيتولون قيادة المباريات الدولية والبطولات المختلفة ويأمل العراقيون أن ينال حكامهم الفرصة الكبرى في قيادة المباريات والبطولات المهمة 14 حكما عراقيا تم اعتمادهم في القائمة الدولية الجديدة للعام 2019 لقيادة مباريات كرة القدم الدولية الحكام المعتمدون هم 6 حكام ساحة مهند قاسم وعلي صباح وواثق محمد ويوسف سعيد وزايد ثامر واحدث الأسماء محمد سلمان بضموحات النجاح والتألق مع صافرتي في المنافسات الكبيرة بطولة آسيا مفتاح للبطولات الدولية فأكيد إن شاء الله سنثبت حضورنا حتى نكون موجودين بالبطولات الدولية الغادمة إن شاء الله الثقة اللي كوني كحكم ترشحت هذه السنة وإن شاء الله أكون أتحسن ظنهم وهاي طبعا مسؤولية نضابط علي إنه أكون بعد عطاء يزيد أكثر وأكثر إن شاء الله وأمثل العراق خير تمثيل ثمانية حكام في قائمة المساعدين الدوليين المعتمدين هم مؤيد محمد علي وواثق مدلل وأمير داود وحيدر عبد الحسن وميثم خماط وجهاد عطية وأكرم علي والقادم الجديد أحمد صباح وأحلام الجميع أن ينالوا فرصة وافرة في الاستحقاقات المهمة الاعتماد لهذا العام عام 2019 للإشارة الدولية إن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين بهذا المجال ونرفع اسم العراق عالي في المحافل الدولية إن شاء الله الحكام المعتمدون يشكلون إضافة مهمة للتحكيم العراقي الذي يبقى يعاني على الدوام لغيابه عن بطولات كأس العالم والألعاب الأولمبية والمسابقات ذات الوزن الثقيل هناك جد حكام يعني طام حين أنه يكون حكمنا ليس في نهاية آس وإنما في نهاية كأس العالم وهذا اللي راح إن شاء الله نعمل عليه على مدى هذه السنين الأخيرة إن شاء الله ونحن نتأمل خير بحكمنا زيت ثامر أن يكون متواجد نهايات كأس العالم 2022 إن شاء الله هذا عمل لجهة الحكام راح يكون عندنا إن شاء الله مناهج تدريبية وكذلك تحليل مباراة ليس بالأسماء ولا بعدد الحكام المعتمدة في اللائحة الدولية فالعراقيون ما زالوا ينتظرون إطلاق الصافرة العراقية في المسابقات الدولية الكبيرة عرنان لفتا الحرة بغدان انطلقت في مدينة سليمانية منافسات التجمع الأول للمجموعة الثانية لدور الكرة الطائر العراقي الممتاز للموسم الحالي بمشاركة سبعة فرق حيث حقق فريق الشرطة وأربيل والحبانية الانتصار على فرق أرارات وقرقوش وبلد في الجولة الأولى للمنافسات التي تستمر حتى يوم الأحد المقب بمشاركة سبعة فرق انطلقت منافسات التجمع الأول للمجموعة الثانية لدور الكرة الطائر العراقي الممتاز للموسم الحالي في مدينة السليمانية المنافسات التي تستمر لسبعة أيام شهدت في بدايتها تحقيق الشرطة انتصارا على حساب أرارات العائد إلى دور الأضواء بثلاثة أشواط دون رد حيث لم يجد لاعب الشرطة أي صعوة تذكر في تجاوز غريمه الطمو لإثبات ذاته بين أقوياء المجموعة إن شاء الله سيكون موسم مختلف لأن استقطبنا عناصر جيدة آني إسلام بقية اللاعبين يمتلك بدلاء جيدين مثل ما قلت وشهدت مباراة أربيل وقرقوش تباينا واضحا في مستوى الطرفين فرغم نجاح عناصر أربيل في التغلب على المنافس الجديد إلا أن فتية خالد صالح واجهوا خصما عنيدا أحراجهم في الشوطين الثاني والثالث مع أن الحسم جاء في الرابع وبفارق قليل من النقاط لتنتهي المباراة بفوز أربيل بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد نادي فتي بالنسبة للدوري الممتاز نادي صال لشهرين من صعاد للدوري الممتاز وما نملك قاعة داخلية الحقيقة نادي أربيل نادي عريق نادي إلى خبرته بهذا الدور طبعا خاصة مع نادي والشغل المباراة ثلاثة واحد واحرجونه هواية بالنقاط وهذا وتعرف أنت يعني أنه نادي أربيل نادي قرقوش يضمون أكثر عناصرهم من عناصر الصغار عوامل مشتركة عديدة اجتمعت في مواجهة الحبانية وفريق بلد أبرزها غياب الدعم الذي يعاني منه كلا الناديين مواجهة سارت بأشواطها الأربعة بطريقة متقلبة اتقدم بلد في الشوط الأول ونجح في إحراز التفوق قبل أن يعود لعبو الحبانية ويبسطوا سيطرتهم على الأشواط الثلاثة الأخرى ليصلوا إلى انتصارهم الأول وضع الماد للنادي صعب جدا النادي مور بأزمة مالية ضيقة ولكن عزم اللاعبين وكادريبي وهي دارية أصروا على مشاركة تحدي بحد ذاته نادي من لا شيء يصل درجة المنتازة وينافس فرق مثل نادي البيش مرقى نادي الشرطة مع انطلاق منافسات التجمع الأول للمجموعة الثانية لدور الكرة الطائرة العراقي الممتاز في مدينة السليمانية فإن سبعة فرق ستتنافس فيما بينها للظفر ببطاقات التأهل لدور النخبة عمار ساطع الحرة السليمانية من مبدأ تعزيز التعايش السلمي بين العراقيين وبهدف كسر نمطية الصورة للمرأة انطلق ماراثون نسوي بمشاركة مختلف مكونات كاركوك ليبدأ من المكتبة المركزية وينتهي في باحة قلعة كاركوك التاريخية ماراثون نسوي شاركت فيه فتيات ونسو من مختلف الأعمار ومن مكونات كاركوك كافة الماراثون انطلق حاملا معه أمنيات نساء كاركوك من أجل تعزيز السلام والأمن وكسر الصورة النمطية للمرأة نطالب من البرلمان العراقي ضرورة سنق قوانين وطنية وتفعيلها من أجل ملاحقة ومعاقبة مرتكبي جرائم العنف الجنسي أثناء النزاعات وضمان حق المرأة والناجيات لازم تكون كل مرأة قيادية تقود نفسها في نفسها في هذه المحنة الجبارة بداية الماراثون كانت من المكتبة المركزية لينتهي في باحة قلعة كاركوك التاريخية الفائزات أكدنا أن رسالتهن هي تعزيز السلام والتعايج بين العراقيين وهو الهدف الأسمى حصلت على المركز الأول بس طبعا نهاية ما يهمني أنه المركز الأول بس يهمني أنه صوتنا يوصل للحكومة بأنه تدعم المرأة كتاك رجنا من السكيمين للشاركة أنا الإعلامية الوحيدة التي شاركت في السباق من أجل مطالب حقوق المرأة ورفع الظلم عنها سيدات وفتيات في مقتبل العمر تنافسنا على من تكون الأولى في إيصال صوت المرأة الكاركوكية إلى قمة قلعة كاركوك ليستمع إليهن العالم والله هذه خطوة مباركة اليوم عملنا سباق ماراثون لإعلاء صوت المرأة لتمكين صوت المرأة في كاركوك كاركوك لنا جميعا نطالب المرأة أن تخرج من بيتها تطالب بحقوقها وأنه ما تحجز نفسها بالبيت تواصل صوتها لأي مكان بمناسبة هذا الماراثون نطالب بحقوق المرأة الكاركوكية المرأة الكاركوكية مظلومة من عدة جوانب أهمها الجانب الاقتصادي من القلعة ومن عمق التاريخ ترفع المرأة الكاركوكية صوتها من أجل المستقبل والتعايش بين الجميع من كاركوك سوران داودي الحرة أخبار رياضة تهي شكرا لكم عودة إلى زين وقتها من نشر شكرا لكم مشاهدين كرام تابعوا المزيد من أخبار العراق على فيسبوك وتويتر واليوتيوب وموقع الحر على الانترنت إلى غدا أفضل مشاهدين اشتركوا في القناة